بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم مستر احمد البشر ونشوف نكمل مع بعض احنا كنا تكلمنا عن فيم وان في الفيديوز اللي فاتت وتعالوا نكملوا مع بعض اتكلمنا عن سلف بورتريت اتكلمنا عن فروتس اند فيجتابلز اي كان سي اتكلمنا عن اي كان اسميل واخر حاجة طبعا كنا كلمنا عنها هي اي كان اسميل تعالوا نبدأ بي اي كان توتش يعني اي كان توتش توتش يعني يلمس ان هو يلمس توتش يعني يلمس انا جيت فكرت معاك كده في الاكتيفتي الاول او الاكتيفتي بيقول لي اي بيقول لي circle the hot things in orange الورنج ده اللي هو اللون الاورنج يعني خلينا اجيب لك كده اللون الاورنج ده اللون الاورنج هو عاوز نعمل circle احنا عرفنا طبعا يعني ايه circle circle اللي انت تعمل ايه تعمل ده ده and the cold things in green وي الحاجات اللي هي cold اللي هي الحاجات اللي برده هتعملها بي ال اي بي ال green فده اي ده ال green بيقول لي circle hot in orange تعال نشوف الورنج تعال نجيب اللون الاورنج كده طيب هل الايس كريم بيكون hot؟ طبعا لا بيكون cold وبالتالي انا هاجي هنا هعمل ايه؟ هعمل circle على ال الت الشاي ده برضو نفس الكلام هنا ده cold سوري ده hot على ايه الفود ده الاكل طبعا بالطبع واضح انه هو spaghetti يعني وعليه للسوس والتاع فده غالبا بيكون hot طيب وال cold بقا احنا قلنا هنعمله بال green فهاجي هنا اختار اللون ال green واجي اعمل دايرة على cold اللي هو ال green هنا وده cold برضو هعمل ايه green لو الحاجة cold انا بعمل ايه green لو الحاجة هي hot سخنة انا بعمل ايه ال orange هو ده خلاني افهم ايه انا لما بلمس الحاجة بحس بانها hot or cold سخنة ولا برده hot يعني سخنة انت لو لمس الشاي هتليه سخنة تعال نشوف activity name put true دي علامة true احنا قلناها بكده besides soft things كلمة soft يعني نعم الحاجة النعمة فهو لو انا جيت لمست اللعبة دي طبعا ده soft نعم الريشة دي طبعا soft الكات طبعا soft جدا طب هل break اللي يلطوب اللي حملينا بيه ده هل ده بيكون soft طبعا لا ده بيكون rough rough يعني خشن بس احنا عاوزين نعرف الكلمة دي soft things الأشياء النعمة كل ده بنميزه بايه بنميزه بحاجة اسمها touch touch يعني انك بتلمس الايه بتلمس الشيء بتلمسه فcircle right organ هنا الاكتيفة الرقبة تقولي circle right organ انت اعمل دايرة على الright organ وهو عاوزني اعرف انا لما بلمس الحاجة لما بلمسها وبعرف سخنة ولا بردة او خشنة او لا بلمسها بايه بعناية طبعا لا بالنوز طبعا لا بالير طبعا لا بالتونج طبعا لا الاجابة الصحية هي ايه الهند ايديا I can touch with my hand اكتيفتي بعد كده بيقولي I can hear I can hear يعني اقدر ان انا اسمع اكتيفتي 1 put through beside things that can make sounds الحاجات اللي ممكن تعمل ايه الحاجات اللي ممكن تعمل sound تعال نشوف ايه اللي ممكن يعمل ايه يعمل sound عاوزنا اعمل علامة true واخد بالك ان كلمة هير هنا معناها يسمع هير يعني ايه يعني يسمع فهو هنا عاوزنا اعمل ايه احط هنا علامة على الجرس true ما عاوزنا احط على الحاجة اللي بتطلع صوت طبعا البل بيطلع صوت البوك هل الكتاب بيطلع صوت طبعا لأ هل المشروب ده بيطلع صوت طبعا true هل المشروب ده بيطلع صوت لا false false عاكس true يعني لما تعمل العلامة دي عاكس دي العلامة true دي معناها ان الحاجة دي صح ده بيعمل صوت ده بيعمل صوت ev بيعمل صوت vegetables لا فاللي بيعمل sound sound يعني صوت ممكن نعمله علامة true so الاكتيفت التاني بيوضح لي اكتر بيقول لي circle right organ circle right organ يعني احط دايرة على الحاجة اللي بستخدمها علشان اعمل hearing hear يعني يسمع hear يعني يسمع ان هو بيسمع الايه بيسمع الحاجة يبقى i can hear hear هنا بحط هل بسمع بأيديا لأ طبعا مش بسمع بأيديا هل بسمع بعنايا لأ هل بسمع بالنوز لأ انا بسمع بالإيه بالإير فهعمل علامة circle على الإير الودان يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن فكرة i can smell اتكلمنا عنها النهاردة اتكلمنا عن i can hear النهاردة برضو ان شاء الله هنكمل مع بعض بقى في الفيديو اللي جاي my five senses ما اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح كنت معكم مستر احمد البش باي باي موسيقى